اهلا بكم اخوتي واخواتي في حلقة جديدة بعد مدة من لا انقطاع على نشر الفيديوهات تعد لكم اليوم بمظهر جديد اتمنى ان يعجبك لمن لا يعرفني انا اي من اعمل في مجال الربح من الانترنت منذ حوالي اربع سنوات ومتواجد على اليوتيوب منذ حوالي سنتين وموضوع حلقتنا اليوم هو ترويج منتجات امازون على تطبيب تريدس هذه المنصة الجديدة التي ظهرت مبقرا وحققت نجاحا كبيرا حيث انها حققت حوالي مليون متابع خلال ساعة وبذلك حتمت الارقام القياسية وتفوقت حتى على تشات جي بي تي ومن وجهة نظري هذا ان جاء عائد اساسا لارتباطها بمنصة الانستجرام حيث انك لا تستطيع فتح حساب في منصة تريدس الا اذا كان لديك حساب في منصة انستجرام وكل بياناتك الموجودة على منصة الانستجرام تتحول مباشرة الى منصة تريدس يعني الحساب الذي فتحته على منصة انستجرام هو نفسه ستجد على هذه المنصة الجديدة وبما ان هذه المنصة جديدة انصحوا بشدة جميع المتابعين لفتح حسابات فيها وبذلك تستطيع ان تصبح مؤثر على هذه المنصة او ايضا تستطيع نشر بوستاتك وفيديواتك عليها او ايضا تستطيع العمل في التسويق الالكتروني والتجارة الالكترونية وكلما أعلم انه في الاول تستطيعون العمل على هذه المنصات بسهولة بعد ذلك تبدأ بتعديثات جديدة ويصبح الامر صعبا لذلك أخوتي وأخواتي سارعوا لفتح حسابات في هذه المنصة لأن الترافيق المجاني الموجود عليها كبير وكبير جدا والآن شباب لنذهب إلى منصة أمازون ونبحث على المنتج الرابح الذي سنقوم بالترويج له على هذه المنصة الجديدة هذه هي منصة أمازون أخوتي وأخواتي وكنا قد نشطنا العديد والعديد من الحلقات على هذه المنصة كيفية التزيل في أمازون استوشيات وأيضا كيفية إضافة هذه الإضافات التي ترونها أسفل المنتجات للحصول على المنتج الرابح وأيضا كيفية إنشاء المحتوى وأيضا كيفية الترويج سنضع لكم كل هذه الروابط في صندوق النصف أسفل الفيديو تستطيعون الرجوع إليها إذن شباب أنا النيتش أو المجال الذي أعمل فيه هو السحة والجمال سأذهب هنا إلى ثلاثة نقاط حتى أبعد على النيتش الذي أعمل فيه أضغط هنا أقوم بترجمتها إلى اللغة العربية ثم أذهب هنا إلى الأسفل وأبعد على السحة والجمال هذه هي الجمال والعناية الشخصية أضغط عليها وبعد ذلك أتحول إلى السابنيتش هنا المكياج العناية بالبشرة العناية بالشعر العطر إلى غير ذلك وأختاره أنا ماذا أريد أنا على سبيل المدال سأختاره هنا العناية بالبشرة أضغط عليها أقوم أيضا بترجمة هذه الصفحة إلى اللغة العربية ثم هنا في العناية بالبشرة يوجد العديد أيضا من المجالات مثل الجسم والعيون ولجع إلى غير ذلك أنا هنا سأختاره منتجات العماية من الشمس والدباغة لماذا اخترت منتجات العماية من الشمس لأننا في فصل الصيب وكثير من الأشخاص يذهبون إلى البحر يعني هذه المنتجات نستطيع بيعها في هذا الفصل سأختار هنا منتجات الحماية من الشمس والدباغة نضغط عليها أقوم أيضا بالترجمة إلى اللغة العربية ثم هنا في منتجات الحماية من الشمس والدباغة سأضغط هنا على سبيل المثال على وقيات الشمس أضغط عليها ثم أضغط هنا في الأسفل على 5 نجوم أو 4 نجوم ويعني المنتجات التي تحصلت على أكثر تقييم أضغط عليها بعد ذلك يا شباب سنذهب هنا إلى الأسفل ونبدأ بالبحر تلاحظوا هذا المنتج على سبيل المثال هنا الرنك الخاص به 18 يعني هذا المنتج يباع كثيرا وأيضا تشاهدون هنا بيست سيلر لكن أنا سأحاول اختيار منتج آخر سأذهب إلى الأسفل إلى الأسفل هنا هذا المنتج جميل شاهده 83 الرنك الخاص به أيضا تحصل على 5 نجوم كما تشاهدون هنا وعدد الأشخاص الذين قاموا بالتقييم على هذا المنتج 27.8 أو 32 شخص هذا المنتج نستطيع العمل عليه سأضغط عليه لفتح صفحته شاهدون هنا هذه صفحته يحتوي أيضا هنا على سور وانا بيديوات وأيضا هنا عن ستوق باللون الأخذر هذا يعني أن هذا المنتج موجود في المغازر ونستطيع الترويج له إذن سأذهب هنا إلى الأعلى وأضغط على كلمة تاكست هنا وأخذ رابط التسويق بالعملة الخاص به في هذا المنتج أضغط عليه كوبي هنا ثم أذهب وأفتح بلوك نوت جديد وأضع الرابط الخاص به هنا الآن شباب كل ما علي فعله هو إنشاء محتوى لهذا المنتج لنشره على المنصة الجديدة وكما قلنا من المستحصل أن ننشع محتوى فيديو لأن محتوى الفيديو هو أكثر جاذبية للمشتري الآن سأضغط لمشاهدة هذه الفيديوهات يوجد ستة فيديوهات وسأختار بعض مقاطع هذه الفيديوهات وأقوم بتحميلها لإنشاء المحتوى الخاص به قبل بشرح هذه الطريقة عدة مرات وسنضع لكم الروابط أسفل الفيديو أنا سأقوم بتحميل بعض مقاطع هذه الفيديو وأعود إليكم بعد تحميل الصور وفيديوهات المنتج تحولنا هنا إلى برنامج كامفا وقمنا بالتعديل على هذه الصور كما تشاهدون وبالنسبة إلى برنامج كامفا أيضا قمنا بشرح هذا البرنامج وقمنا أيضا بإهدائكم عضوية برو في هذا البرنامج مجاني سأضع لكم أيضا رابط تلك الحلقة في زندوق الوصف أسفل الفيديو لمن ليس له عضوية برو في هذا البرنامج يستطيع العودة إلى تلك الحلقة واتباع الخطوات وحصول على عضوية برو في هذه المنصة ثم بعد ذلك تحولت هنا الى منصة ووضعت الوصف الموجود على المنتج وطلبت منه ان يكتب لي سكريبت فيديو للمنتج بها الوصف الذي وضعته لأوه وكتب لي هذا اسكريبت كما تشاهدون لو ترجمناه الى اللغة العربية هذا هو اسكريبت الذي كتبه لي وكان طويلا نوعا ما فطلبت منه ان يعيد كتابة اسكريبت في 30 ثانية فقط وتحصلت على هذا اسكريبت كما تشاهدون قمت بالتعديل علي قليلا وبعد ذلك ذهبت الى منصة كليب شامب هذه هي منصة كليب شامب قمت بتحميل اولا الفيديوات علي هذا الفيديو وهذا الفيديو وايضا قمت بتحميل الصور التي قمت بتعديلها على منصة كامبا وبعد ذلك قمت بقطع بعض المقاطع من الفيديوات التي اريد استعمالها في الفيديو الخاص به واضفت الصور واضفت الموسيقى واضفت ايضا صوت القارئ للاسكريبت على برنامج كليب شامب كل هذه الخطوات قمنا بشرحها في عدة حلقات على قناتنا في اليوتيوب وسنضع لكم أيضا أربع وابد في صندوق الوصف أسفل الفيديو في الأخير تحصرنا على هذا الفيديو هذا هو الفيديو يعني هذا هو المحتوى الذي سنضعه على المنصة الجديدة وأيضا سنضعه على المنصات الأخرى مثل منصة بنترست وقناة اليوتيوب وصفحة الانستجرام وأيضا التطبيق الجديد تطبيق تريدس سنضع هنا إلى متجة جوجل بلاي ستور نضغط عليها وبعد ذلك نقوم بالبحث هنا على تريدس هذه هي تريدس ثم نضغط عليها وبعد ذلك نقوم بتحميله هنا تلاحظون هنا أنني كنتم بتحميل هذا التطبيق سأضغط على أورير سيضع هنا عند فتح وجهة التطبيق سيضع لنا البروفيل الخاص بنا على منصة الانستجرام يعني علينا فتح حسابنا في تريدس بحساب الانستجرام سنضغط عليها ننتظر قليلا نشاهد هنا هذا حسابنا على الانستجرام وأيضا سيقوم بجلب البيو الموجود على الانستجرام وأيضا سيقوم بجلب الرابط الخاص بنا على الانستجرام سنضغط هنا أمورتي دي بوي انستجرام نضغط عليها وبعد ذلك نضغط هنا على كونتيني وبعد ذلك أيضا كونتيني أيضا كل هذه الأشخاص أتابعوا على صفحتي في الانستجرام سأضغط على توسويفد لأتباعها أيضا على تطبيق تريدس وبعد ذلك نضغط هنا في هذه الخانة في الأسفل على رجواندر تريدس أو الالتحاق بثريدس نضغط عليها وكذا كما تشاهدون هذا حسابنا شاهدوا هذه صورة الانستجرام هذا البيو الذي وضعناه في الانستجرام وأيضا هذا الرابط هو رابط صفحة اللينك تري الخاصة به التي أقوم بوضع عليها منتجات أمازون الآن شباب سأكون بنشر أول منصور على هذه المنصة وهو الفيديو الذي قمنا بإنشائه منذ قليل نبدأ أولا بكتابة وصف المنتج كما تشاهدون هنا وهذا الوصف طلبته من شات جي بي تي حيث قلت له أن يكتب لي وصف المنتج الذي أعمل عليه وأخذت وصف المنتج من صفحة أمازون ويجب أن يكون وصف المنتج ليتجاوز الخمسة منوئة الحرب وهذا ما كتبوا لي بعد ذلك أضغط هنا على هذه العلامة وأقوم بتحميل الفيديو وهذا هو الفيديو وبعد ذلك وشاهدوا هذا هو الفيديو أقوم الآن ببيبلي أو النشر أضغط عليها ننتظر قليلا حتى يتم نشر هذا البوست وكما تشاهدون هنا تم نشر البوست الخاص بنا هذا هو الفيديو وهذا هو البوست الآن كل ما علي غاله هو الذهاب إلى صفحة على وإضافة رابط المنتج الخاص به وهذه هي صفحة على أضغط على هذه الخارج وبعد ذلك أضع رابط المنتج هنا ثم أضعه هنا وبعد ذلك أضغط على هذا هو الآن سأقوم بإضافة صورة إلى هذا المنتج أضغط هنا ثم هنا وبعد ذلك نقوم بتحميل الصورة من هنا نضغط هنا لتحميل الصورة من الجهاز وأقوم على سبيل المثال بتحميل هذه الصورة ثم وبعد ذلك ولاعظوا هذه هي الصورة وتمت إضافته هنا إلى هذا كما تشاهدوه وهذا هو الرابط الخاص بنا إذا ضغطوا على هذا الرابط على سبيل المثال هنا سيتحول مباشرة إلى صفحة المنتج وهذا هو صفحة المنتج كما تشاهدوه إلى أولا شبابنات إلى نهاية هذه الحلقة أتمنى أن يكون الشرح واضح كما أتمنى أنكم استفدتم من هذه الحلقة وإن كانت لديكم أي استفسارات لا تترددوا بكتابتها في صندوق التعالير وسأقوم بالإجابة عليها إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله